أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى وشكراً للمشاركين في النشاط السابق في حال لم تقم بتنفيذ النشاط حتى الآن أود أن أشجعكم على تنفيذه لاختبار أنفسكم والتعرف على ردة فعل طلابكم والآن سأتحدث عن مستقبل المقررات الرقمية والتي أتوقع أن يصبح مستقبلها في تعليم الموهوبين أكثر تنوعاً وتطوراً فمع السمرار التطور التقنية ستصبح المقررات الرقمية أكثر تخصيصاً وتفاعلية ستتاح المقررات الرقمية أيضاً لمجموعة أوسع من الطلاب ويشمل ذلك الطلاب الموهوبين في المناطق النائية أو الذين تواجههم صعوبات في الوصول إلى التعليم الاعتيادي فيما يلي سنعرج على بعض الاتجاهات الرئيسة التي من المتوقع أن تؤثر على مستقبل المقررات الرقمية للموهوبين أولاً التخصيص ستصبح المقررات الرقمية أكثر تخصيصاً لاحتياجات الطلاب الموهوبين فعلى سبيل المثال يمكن أن توفر المقررات الرقمية محتوى تعليمياً مخصصاً للطلاب بناء على اهتماماتهم وقدراتهم ثانياً التفاعلية ستصبح المقررات الرقمية أكثر تفاعلية مما يعزز فرص المشاركة والتعاون لدى الطلاب على سبيل المثال يمكن أن تتضمن المقررات الرقمية ألعاباً وسيناريوهات محاكاة ومشاريع تعاونية ثالثاً الوصول تصبح المقررات الرقمية أكثر قابلية للوصول لطلاب الموهوبين الذين يعيشون في المناطق النائية وأولئك الذين لديهم صعوبات في الوصول إلى التعليم الاعتيادي على سبيل المثال يمكن أن توفر المقررات الرقمية عبر الإنترنت وصولاً إلى التعليم للطلاب من جميع أنحاء العالم فيما يلي نستعرض سوياً بعض الأمثلة على كيفية تأثير هذه الاتجاهات على مستقبل المقررات الرقمية للموهوبين يمكن أن توفر المقررات الرقمية المخصصة للطلاب الموهوبين محتوى تعليمياً أكثر تحدياً وإثارة للإهتمام وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم إلى أقصى حد ممكن فالمقررات الرقمية التفاعلية تسهم في تعلم الطلاب للمفاهيم الجديدة بشكل أكثر فاعلية وتساعدهم على فهم العلاقات بين المفاهيم المختلفة وتطبيقها في المواقف الواقعية كما تتيح المقررات الرقمية ذات إمكانية الوصول العالي الفرصة للطلاب الموهوبين للتعلم من معلمين ومتعلمين آخرين من جميع أنحاء العالم وتتيح لهم التفاعل مع أشخاص ذوي اهتمامات وتجارب مماثلة بشكل عام من المتوقع أن تصبح المقررات الرقمية للموهوبين آدات أكثر قوة وفائدة في السنوات القادمة تساعد الطلاب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة وأعدادهم للنجاح في المستقبل حسنا الآن أدعوكم للمشاركة في النقاش من وجهة نظرك هل توفر المقررات الرقمية فرصا لتعلم مخصص وفعال؟ وهل سبق وقمت بتطوير مقررات الرقمية للطلاب بشكل عام وللموهوبين بشكل خاص؟ شاركونا تجاربكم شكرا لكم وإلى اللقاء